كيف كان الأجواء صعبة جدا 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 في المطش وإزاي أن لعيبة الأهلي شوية استفزوا من قبل اللي حصل في اللقاء وبعد كده بعد الجوم بتاع محمد عبد المنعم يعني رجعنا بقى شوية نزبط إلى ده باقينا يعني من أول المطش باقينا أول اللعيبة نازمة نرفزة جدا حسينش حد كان في حالة صعبة جدا نرفزة مش طبعية أو مرش في حسين كده وعلي معلول يعني لسك تقول علي معلول علي بن الناس طيبين كنا شوفناها مبارح برضو خارج نطاق التركيز ومستفز ومستصار مبارح كذا العيب يعني هو كذا العيب يعني معظم اللعيبة كانت فعلا وكان مستفزة جدا أنا بالنسبة لحاكم نرفزني أنا شخصية الحاكم عصدني جدا يعني حجم لعيبة الأهلي بإنذارات بدري جدا 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 يعني أنا كنت ألقان على لعيبة الأهلي اللي واخد الإنذار أخي أي كرة تانية هدي له إنذار تاني فهو يعني الحاجة ما فعلا نعصب المطش جدا ونرفز اللعبة بس اللعبة قدرت تتملك أعصابها وقدرت ترجع تاني للمطش وربنا كرمنا الحمد لله بالجهد بعد الجن الدنيا رجع النادي الأهلي بقى زي ما كان بكورته بقدر يستحوز على الكورة بشكل كويس مع تغييرات كولر طبعا مع نزل الأفشة والسلية وقدر يستحوز على الكورة بعد الجن رحنا بأربع خمس انفرادات انفرادات يعني مش انفراد صريح انفراد زي الكتاب ما بيقول انت وجون يعني انت مبارح طبيعي تخرج أربع خمسة مستريح ليك لكن مش هادر أقول بقى عدم توفيه من شريفه عبدالقادر أو هما بيتدلع خلينا يا كابتن يعني نعدي الأسبوع ده نفرح وننبسط خلاص وبعد كده نشوف ايه المشاكل بتاعتنا ونمسك الموضوع كده واحدة واحدة كده ونتكلم عليه